فالحقيقة ان مصر كانت يعني بنؤكد انها فتحة معبر رفح على مدار الساعة على مدار الايام الكاملة منذ بدء الازمة اكثر من 80% من الدعم اللي دخل لاشقائنا الفلسطينيين كان من الحكومة المصرية ومن مؤسسات المجتمع المصري المدنية وايضا مستمرين في هذا التوجه ولكن طبعا الظروف اللي حصلت في الايام الاخيرة هي اللي بتعيق هذا الموضوع نتيجة للأعمال العسكرية الغير مبررة اللي حصلت فيه خلال الايام الماضية من الجانب الاسرائيلي تأكدنا في هذا الموضوع ان احنا حريصين ومصر بتبزر قصارة جهدها وايضا الجانب الاردني على محاولة الوصول ان شاء الله الى اتفاق من شأنه ان يعني يؤدي الى وقف لاطلاق النار وان يكون هناك هدنة وان يكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على انهاء هذا الصراع العسكري الغير مبرر والازمة الانسانية الغير مسبوقة اللي بيواجهها اشقائنا في قطاع غزة وان يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل الدولة الفلسطينية كما قلنا في خلال المرحلة القادمة باذن الله